مواصلة في مدارسة هذا الكتاب وهو كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وكنا قد وقفنا عند نهاية الدرس الرابع قال الدرس الخامس أركان الإسلام وهي خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا واحد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وسبق الكلام حول معنى الشهادتين في بعض المجالز والمقصود بشهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله لا معبود بحق إلا الله تعالى وقال ابن عثيمين لا معبود حق إلا الله أبلغ من قولنا لا معبود بحق إلا الله قال لسببين السبب الأول أنها تكون على وفق الألفاظ التي جاءت في القرآن ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وفي آية أخرى وأن ما يدعون من دونه هو الباطل السبب الثاني أن قول القائل لا معبود بحق الباء حرف جر وحق مجرور بالباء والجار والمجرور يلزم منه وجود مقدر مؤخر مناسب يلزم منه وجود مقدر أي لم يذكر مؤخر مناسب فالمقصود لا معبود بحق في الوجود كائنا من كان إلا الله قال أما قول القائل لا معبود حق إلا الله لا يلزم منه وجود مقدر مؤخر إلى آخره وفي البلاغ العبارة إن كانت مختصرة ومفهومة فإن أبلغ من التي تحتاج إلى مقدر والتي يطلب ويطال في ذكرها وفي شرحها فالمهم أنت لكن في كل الأحوال صحيح كونه تقول لا معبود بحق إلا الله صحيحة وكونه تقول لا معبود حق إلا الله صحيحة لكن لا معبود حق إلا الله أبلغ أبلغ هكذا قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى طيب فالمعبودات كثيرة من ناس من يعبد البشر ومن الناس من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار كما سبق بيان ذلك في شرح القواعد الأربع وهذه المعبودات عبادتها باطلة وإنما العباد الحق والمعبود بحق هو الله وحده ولا شريكة تعبد الله براه سبحانه وتعالى يصرب للعباد وده معنى لا إله إلا الله وإلا ناس كتار بيقولوا لا إله إلا الله وهن شغالين ضده وده الله بيبغض شوف أن يزول يقول كلمة التوحيد وشغال ضد التوحيد ده الله بيبغض والله وبينتقم منه لو ما كتب للهداء في الدنيا دي بينتقم منه عاجلا أو آجلا الدليل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون زول يقول لو الله شرع الجهاد أنا بجاهد الله يشرع الجهاد طواله يتولى يقول لا إله إلى الله يعني لا معبودة حق إلا الله وأنا ما بعبد إلا الله سبحانه وتعالى بعد شوية عتر شغال يلحسن من المحن والبدر من الفقر والحسون من المدفونة وبشام وروق الدام ويا برع القوم ويا صايم ديم ويا كباش ومكاشف الشرك بالله سبحانه وتعالى وينقط هذه الكلمة العظيمة التي يقولها وإي لا إله إلا الله لا معبودة حق إلا الله سبحانه وتعالى وأن محمد الرسول الله كما سبق بيان ذلك في الأصول الثلاثة وأن محمد الرسول الله طاعته فيما أمر رسول أمر تطيعه وتصديقه فيما أخبر تصدق الأخبار ماذا بقى زين عز التراب وديل البنكر أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أبقى ورماف نزول عيسى عليه الصلاة والسلام ماف على مساعة ماف 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 النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه وزجر ومن يقول الشهد حرام واجتنبو انت تجتنبو مش تعصر الرسول عليه الصلاة والسلام وتعمل بضد ما يقول قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وأن لا يعبد الله إلا بما شرع الله سبحانه وتعالى الناس ما تعبدوا إلا بالشيء الشرع وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وإقام الصلاة بشروطها كما سيأتي في الأبواب المقبلة إن شاء الله تعالى وأركانها وواجباتها ومكملاتها من المستحبات وإيتاء الزكاء الواجبة ثم بعد ذلك يجذيذ العبد في المستحبة الزكاء وصوم رمضان رمضان جبرد الصوم واجب وإيتاء الزكاء وإيتاء الزكاء والزكاء تكون في أربعة أنواع في الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأموال وفي عروض التجارة حاجات البتاجر بها وفي المواشي الأنعام إذا بلغت النصاب وفيما يخرج من الأرض من المزروعات التي فيها الزكاء التي فيها الزكاء شكذي الزول اشترى عربية داري سوق ويمش ويجي دي ما فيها زكاء لكن اشترى عربات وبيعة دي بقد عروض تجارة دي فيها زكاء اشترى أريض دار ابنية لنفسه ألا لأولاده ما فيها زكاء حتى لو عنده عشرين بيت حقاته داري سكون في دو سك دا في دو دا ما ما عليه زكاء طالما ما له زكاء لكن لو بيشتري ويبيع عليه شنو زكاء وهكذا وصوم رمضان وصوم رمضان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا تحج البيت والناس تحاول تعجل بالحج تعجل مجزون لما نكبر تمش البلد الناس الحجاج من البلاد التانية شباب من بلد نذي الله من رحم الله تلقاهم برضو ذي لك كويسين برضو لكن في النهاية الناس مدعجل تلقاهم كبار في السن والله الذي لا إلى غير واحد مشينا نسوي محاضرة في محل هنا في قريب فيهم درمان الكلام دا اللي اسبوع الفاد جانا بفرار أخونا خوات دا وينو مشا جابه فرار شفتها طلع فوق المنصة بفرار وانا قلت له والله تعارف أنا جاي من بيتنا بمزاج رائق والشغل ما أدي ما بالمزاج لكن من هناك ورّيت الزول بتاع المحاضرة وقلت له شفت المحاضرة دي النازل طيبين نديهم كلام طيب وماذا نجيب اسمي زول شفت مما جابه فرار دا قلت له والله اللي لا أي اسم حافظه في راسي دا أجيب بس عشان فرار دا بس وردمنا الله يتقبل مناسبة الكلام دا دا شنو زول قريب قال له والله الذي رفع السماء الزول دا تيجاني مشى المغرب المغرب ما كان فيه أحمد التيجان في فاس سيديب العباس بناديه سيديساكم فاس بناديه شرك بالله سبحانه وتعال مهم قال مشى المغرب مرتين ذو اللي عنده قروش قال مشى المغرب مرتين وما مشى ولا حج ولا مرة والله الذي رفع السماء والمغرب دا عشان تصلى ذات سفر مبالغة مرة واحدة تمش كم دولة تمش تونس وتمش وين حتى انتصل المغرب وطيران والحج هنا دي قريب ما مشى وإلى الله المشتكى فإنتما تقول لما أنا أكبر خلاصة ستين سنة ولا سبعين سنة حتى نبقى حاج الشابس ببلدنا دين قالوا يا حاج بيزعل لأنه الحج مربوط بشنو فالناس الكبار بيقول ذاته فهم غريب جدا وإنت محتاج للقوة في الحج محتاج لأشياء ولذلك هل تدعجل بالحج إذا وفقك الله تعالى الناس خلت الحج وبيقولوا يمشوا بعض الناس إلا من رحم الله بيقولوا يمشوا محلاس زي دي ماشي يسافر لآخر الدنيا ودهك بيغاذي مسافر مصر برضو قال قبر متاع أحمد البذوي قال نصوفي ده قال بيحجوا تلاتة مليون يمشوا تلاتة مليون يمشوا قبر ومصائب كثيرة جدا طيب فهذه أركان الإسلام لذلك جاء في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صيح البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وفي رواية على خمسة بالرواية الأولى على خمس يكون التقدير على خمس دعائم لأن العدد من ثلاثة ليتزعب خالف المعدود لما نقول خمس معنا المعدود يكون شنو مؤنث لأن خمس مذكر وعلى خمسة يكون التقدير على خمسة أركان الركم مذكر فالمهم بني الإسلام على خمس أي على خمس دعائم وبني الإسلام على خمسة أي على خمسة أركان ثم ذكر هذه الأركان وهي شهادة أن لا إله الله في الحديث شهادة أن لا إله الله لأن بني الإسلام على دحر في جر خمس شهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان في رواية قدم الحج على الصوم وفي رواية في صيح مسلم بني الإسلام قال هنا على خمسة في رواية وهنا قال على أن يوحد الله وفي تلك الرواية ذكرها العباد في شرحي ذكرها العباد في شرحي للأربعين النوية وتتمة الخمسين في كتابه فتح القوي المتين ذكر هذه الرواية وفيها أن رجلا سأل ابن عمر قال يا ابن عمر وحج البيت وصوم رمضان قال لا وصوم رمضان وحج البيت هذه رواية ذكرها العباد حفظه الله تعالى